شغل ايه اللي انت عايزها يا حقا؟ الست؟ السنة ربنا خلقها بهيقتها النعمة دي علشان تبقى سكن لجوزها وحارس على ولادها مش تتمرمط في الشغل ويبقى ليها مدير يقول لها روح وتعالي قلنا يا سميحة شوري يا حبيبي طبعا عين العقل كل اللي بتقوله صح اه ما هو عشان عارف انك هتقول لي كده قال لي يا جا اخد رأيك طبعا حطت في بطنه وبطيخها صيفي بغد النظر على الرأي اخوكي ولا بطيخ الجوزك انت برضو غلطة مع حياتك ما كانش ينفع تطلبيها منه دلوقتي يا حجم انا بطلبها منه من يوم ما اتجوزنا يا بنتي يا اقل لو كنت تستنى عليه شوية تكون حكاية القضية دي بردت عشان جوزك بيحسبها عاش غلط ويفتكر انك عايز الساعدين وتقف جنبه عشان ما يضعفش وصاد حد الله وهو ليه يحسبها كده ما احنا خلصنا الكلام ده بقى من زمان وبعدين انا اكدت له مليون مرة اني رازيا بعشتي معاه ما تأخذنيش يا حيات اللي قلتي باليمين اللي حستيه يختي بالشمال الله عليك يا راسي روح يا شيخة ربنا يفتح عليك شايفة الكلام الموزون ويسكي يوز ميه بقى يا حيات الوحدة يا حبيبتي مالهاش غل رضا الجوزة مش كده يا حق ايه الحلاوة دي تعاسب معه الله فين كلامك بقى يا وعز ما تلمي نفسك يا وان انت انت فاهم انهم ملهمش كبير ولا ايه سيبه يا با الحق خليه التريق برحطه والله العظيمة با التريق انا متأكد مية في المية ان الكلام اللي فيه الشفة يطلع منك انتي وبما يرضي الله ونعمة بالله يا حاج انا كل اللي اقدر اقوله ربنا يهدي نفسه ويسلح الحال شوفت شوفت انا عارف بقولك الكلام الصح هيطلع من هنا الحمد لله انا رجل محظوظ الله جرى ايه يا فواز ما تركز معاه شوية بقولك يا اخوي انا من ساعة ما اتكلمت معاه هو قلب وشه ومش طيق البيت وانا بقى بصراحة تعبت من المناهدة والطبطبة المناهدة والطبطبة من واحدة الجزهة مش حامل يا بنتي ده حق واجب ربنا هيسألك عليك وبعدين يا بنتي يا قبلة خدي بالمسايس حتلاقي بيلين كده زي العجيب وانت ناوية تشتغل ايه يا حياة يا اختي اي حاجة المهم بس اتنفس اتنفس خدي يا اختي عيالك على كتفك وجوزك في دراعك وروح يا اكدع جلنا فيك يا مصر واتنفس براحتك وشيلي من دماغك هبر الشغل ده طبعا وانا هاخد منك حقه ولا باطل يا اختي انت غاوية واجعله والسلام افضل حاجة للسد انها هتقض وتتستت في بيدها اللهو اكبر الله يفتح عليك يا قبلة يا حاجة الحاجة فيه الحاجة اهو اهو يا ضبش اهو 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 يا حاجة الوستاذ مرسي مستنيك يلا انا رايح له حالا اهو رايح فين يا فواز مش تقولي الاول اعمل ايه بطال يزن بقى يا حياة اهمادي شوية لا يدفش منك يلا تقوله يغطي راسه في راجل غريب في الجنينة اهو شايف يا باب يقول ايه سيلك من اخوكي انا رميت توبترو انا حاعد مع روزك ما فهم منه ما تغطي راسك انت نخرب ازاك يا مرسي ازاك يا حاجة ايه ايه خير يا حاج مالك ما فيش انا قلت ارايح النهاردة شوية انت عارف الوحد سعدي يحن لعارة البين بس شوية كده وهنزل انا وابوي طيب بعد ازنك بقى يا حاجة يا ريت تمضن على شوية الورق دول بتقضي في اليوم الخميس مش بسم الله الرحمن الرحيم اه بعد ازن قطع كلامك يا حاجة انا لقيت مدرسة في حتة كويسة قوي حلو وممكن كمان نخش بنسبة معقولة جدا مش حلو لان انا مش عايز حكاية النسبة دي انا عايز المدرسة من بابها من بابها؟ ده معناه بقى بنا حج وارض وطرخيص ووقت لكن النسبة دي احنا ممكن نتحكم فيها وممكن نخليها بالشكل اللي احنا عايزينه لا انا عايزة من بابها اللي تشوفوا حاجة ولا تتسمون ولا اياها حاجة اسي ومال ايه بس تحت في المستشفى الدواء حقنا وطلبوا مننا اننا هنعمل شوية تحليل عشان كده قول تاجل حضرتك عشان تطمدنا التحليل والكشفة عما ده بيقول انها هحامل وفي شهرها تطمدنا حامل حامل من مين؟ أفاندن حامل حامل من مين؟ لا 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 مش قصدي اماما مش فاهم بيقولك حامل لسي شاهد بابرونك يا أستاذ كان نفسا مخيارها بيني وبين ابوها اختارنا انا النمر الاسف اختارت ابوها واحنا مش حبيخلص بالحكاية دي بقى مالش يا حاج استحملني الحكاية لسه طازة وما بردتش طب بقولك ايه كنت مش كنت قلتلي يعني ما عاوز اتكلم معاك زي الصحاب كده يعني طب هتكلم اه طب ولا عند وقدي سرك في بير اه اصلا في حكاية كده حصلة يعني بس اه مش حارف اجبالك ازاي حكاية ايه دي شاكلها جامد او اللي وقفها في زورك بقولك ايه غريتك ما الصعبهاش علي انت كمال خلاص انا هاسكت خلاص انا اه 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 اصلا من مد كده شوفت واحدة يعني حلوة اوه y الكلام دا ايوة كده بقى انضام الفرير محترفين ولا انت مش قلت حتحط السل ordered on your tail ت 구ف اك اصلا يا ابني بيت والواحدة مفيش أمر بينها وحياته اختك مسكينة مش شاحتين فما بيني وما بين بيتها وانا بصراحة ربما نبسي نبسي أنا رياحة 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 هي برضو بعدها لك يا من انت ما تتلم خلينا أقولك الكلمتين ما قولك الكلمتين بينين انت عايز تتجوز الحاجة بينك لا 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 مش انا لسه يعني زي ما تقول ما تفكر مش أصل بلا أصل بلا فصل الحكاية واضحة زي الشمس وطالما بحلال ربنا أنا أبنك قبل لك الشربات كمان أصلها بيني وبينك يعني بيت غدبانة ومنكسرة بتجري على أخوتها ها قم بينا حاجة على فين مش عارف عنوان بيتها أيوة عارفوا الماليه نروح نقرى الفتحة ونتفق انا أصل اتفقت معاها ان احنا هنعد عليهم يوم الجمعة يوم الجمعة خيروا البر عجلوا يا حاجة وطالما بما يرضي الله يبعى البركة يلا بينا يلا بينا يا حاجة وصلوا وصلوا أنا عارفة وهم استعجل على ايه المفروض كان يجي يوم الجمعة يا بنتي هاو خالج بره وخي قابلهم وانت شهيرة شوية على ما عمل لهم حاجة يشربوها قالي خبر بفلوس كمان شوية وقبلاش انتوا قاعدين هنا تتسايروا وسايبين الناس عادين برا الحاج بنعم السياد والحاج فواز السياد عرفتهم منين يا بنتي أختي انت بتعرفهم كويس يا خويا اللي احرف ان في حد في الدنيا ما اعرفش عنت السياد عنت السياد دي اعلاناتها مغرقها الدنيا عرفت اصلا نزيم المنطقة من هنا بقول لك يا خيلي خليك اقعد معهم لحد ما اطلب ربنا اجعلنا من مجوريهم وعلى رأيي المثال من جور السياد يسعد وهو برضو كله ينفح خليك تجنن يا بنتي